السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة إلكترو مزاسيس وعلى جروب لو عندك غسالة صحون ادخلي ساعديني اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنقوم بشرح كيفية ضبط درجة العسر في غسالة صحون كاندي وإن كنتم تريدون طريقة الاستعمال لغسالة صحون كاندي سأضع لكم الرابط أسفل هذا الفيديو لا تنسوا اشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على الزر لايك ولا تنسوا انضموا إلى صفحتنا على الفيسبوك ستجدون رابط صفحة أسفل هذا الفيديو لنتابع الشرح مرحبا مرة أخرى أولا نقوم بقياس درجة العسر لدينا في المنزل بواسطة الشريط مرافق لغسالة صحون إن لم تجده فهو متوفر في الأسواق نقوم بأخذ كأس من الماء من المنزل ثم نضع الشريط فيه وننتظر ظهور النتيجة بعد ظهور النتيجة نقارنها بالجدول المرافق للشريط نلاحظ أن الشريط أصبح أحمر لون هذا يعني أن درجة العسر لدينا مرتفعة جدا كما نرى فدرجة العسر هي سبعة إذن سنقوم بضبط درجة العسر في غسالة صحون على درجة مرتفعة لنرى كيف ذلك في الفيديو القادم أولا نقوم بإطفاء الغسالة بعد ذلك نضغط مطولا على زر برنامج وزر تشغيل والإطفاء لمدة 3 ثواني حتى تصدر الغسالة صوتا بهذه الطريقة ثم نقوم بضبط الغسالة على درجة العسر لدينا في المنزل نلاحظ أن هناك من 1 إلى 5 أنا سأقوم بضبطها على 5 أنت قم بضبطها على درجة العسر لديك في المنزل أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا اشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على الزر لايك ولا تنسوا دماغ إلى صفحتنا على الفيسبوك ستجدون رابط صفحة أسفل هذا الفيديو إلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر